هو ينفع يا عم الشيخ أصلي العيد في بيتي بزوجتي وأولادي وأهلي بيتي آه ينفع بدون خطبة صلاة العيد كيف يدها بسيطة خالص هنصلي ركعتين في البيت ركعتين زي ركعتين الصبح الركعة الأولى بعد ما يقول الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام هيكبر سبع تكبيرات الله أكبر واللي وراه يكبر ويسن التسبيح والتحميد والتكبير بين كل تكبيرة وأخرى أو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبعدين يقرأ الفاتحة وصورة سبح اسم ربك الأعلى أو أي صورة الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام يكبر خمس تكبيرات وبعدين يقرأ صورة الغاشية أو أي صورة كذلك وبهذا يكون ننتهى من صلاة العيد يصلي في البيت وزي ما قلنا قبل كده ربنا بقول واجعله بيوتكم قبله ينفع نصلي العيد في البيت آه ينفع ولكن بدون خطبة زي ما عملنا في صلاة الجمعة وصلينا في البيت ظهرا ولكن بدون خطبة ينفع أنك تصلي في البيت والتكبير بيبدأ في عيد الفطر من إمتى من ثبوت هلال رمضان يعني لو يوم تسعة وعشرين اللي هو الجمعة دار الإفتاء والمفتس تطلع الهلال وقال بكرة رمضان نقوم نكبر طب قال بكرة المتمم اللي هو يوم السبت يبقى من بعد مغرب يوم السبت نكبر نكبر في البيوت ونكبر في الطرقات وفي كل مكان نكبر إلى صلاة العيد إنما في عيد الأضحى بيبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق هذا الموضوع بالنسبة لصلاة العيد ترجمة نانسي قنقر